قدام الكاميرا لكني بعشق التمثيل قدام الكاميرا موسيقى موسيقى يا جماعة أنا مبرح قضيت يوم من أسعد أيام حياتي والسبب هو البحث الذي تقوم بها لأنه لا يوجد شيء ساعد الأستاذ أكثر من أنه يكتشف أن التلامسة بتوعه عبخة وزع يا بني الورقة ده أما البحث ده أنا هحتفظ بيه وحطلب من إدارة المعات تنشره في الدوريات العلمية علشان العالم كله يستفيد منه حشام مصطفى أثر الأشكال الحديثة الفيديو كليب وبرامل المسابقات في مناهج التمثيل والله العنوان حلوة أول بس حضرتك نسيت أهم حالي أنا لما أقول البحث يتعامل من الكتاب يتعامل من الكتاب يا دكتور يا فاندي أنت جاي هنا تتعلم وتفهم لسه بدري عليك قوي علشان تختارع نظريات فاضح أنا لازم أتكلم معاه بعد المحاولة هتضيع وقت المحاولة بس أنت محاولة ما هي كده ولا كده بايز المادة طويلة عريضة عبارة عن دولة واحدة الشفر والمضمون وكان العملة واحدة وأهم ما يميز المصرحية عن الرواية القصصية أو الرسمية أو النحطي هو التشخيص أي اتخاذ نفر من الناس شخصيات أو سمات أو طبائع غير شخصياتهم وقد يتخذ التشخيص طبيعة بشرية أو شخصية حيوانية مثل النصرحيات البدائية التي تمثل الصيب والحق ومن الممكن أن يتخذ التشخيص طبيعة كياني معين مثل الرحمة أو العدم بالمصرحيات الأخلاقية وزي ما احنا عارفين من خلال دراستنا لمناهج الإخراج المصرحي في جميع المراحل ومن خلال كل المدارس ثبت أن الشكل والمضمون وجهان لعملة واحدة يخرب بيت كده دكتور محمود أفندم يا أستاذ أنا دكتور أنا كده غيابي خلاص ما يا تريبا ما بقاش عندي رسم الحضور خالص ممطلوب دكتور دي كل مرة بتبقى على خمس أو عشر دقائق كتير والنهاردة كانت ثانية واحدة والله العظيم خمس دقائق زي خمس ساعد انتوا عارفين ما فيش حد بيدخل بعد بعدين ده جزء من المحاضرة للخذاب يعني لو مش قادرين تلتزموا بمواعيد المحاضرات بتاعتكم وانتوا طالبة حتتعملوا إيه لما تتخرج وتشتغل ولا انت عاوزة تسهاري طول الليل تسهاري في الكلام الفارغ بتاعي وتوز بقى في محاضرة الدكتور محمود انت حرة يا دكتور ما هي تطريبات ليا زي العملي بالزبط وبعدين انا كده كبان باخد خبرة تعلمي الأول وبعدين بيدواري على الشوق ثم ان الخبرة دي في العمل المحترم في المسرح في السينما الجادة مش المساخر والفيديو كليف اللي انت بتعادي تشتغلي فيها لا يا دكتور انا عمري ما عملت الحاجات دي بس يا دكتور اكيد اكيد دي واحدة تشعبني يعني كمان ما عندكش الشجاعة الدافع عن اللي بتعمليه بتكزبي بيقابليني لو فلحتي ده انت رزل محدش ممكن يتصور حجم المجهود اللي ببزله علشان اخلق اقاع منظم وحافظ عليه وسط هذا الكم من الفوضى انا راجل يقدس النظام وسعاد كمان انا راجل يقدس النظام وسعاد كمان احنا ما خلفناش يعني شيء خارج عن هرا دل بس قدرنا نخلق لنفسنا حياة هادية وسعيدة علاقتنا بالناس محدودة لكن ده بيساعدنا على تعقيق النظام كل حاجة بحساب ومعادة 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 انا راجل موسيقى 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 كل يوم ثلاثة وأربعة. بدرست تمثيل في مدرسة سام مارك. سبعة خير. سبعة خير يا دكتور. هو في إيه؟ فين الطلبة والمدرسين؟ النهاردة اليوم الرياضي. سبعة خير يا دكتور. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يعني في دقيقة نانسي قنقر ياملي با становية غريفixa ترجمة نانسي قنقر 土造ل اشتركوا في القناة